شركة شاومي تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطيف الصين شاومي ميكس فولد تري بمواصفات عالية وإمكانيات قوية وسعر متميز رح نشوفهم مع بعض كامل المواصفات وهل يستحق الشراء فعلا أم لا السلام الخوة مرحبا بيكون معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كاملا بخير كالعادة الخوة دلونا اللايك للفيديو وإذا كنت جديد واش تستنى اشترك الآن وفعل الجرس باش الإشعارات توصلك أول بأول وهيا نبدو على بركة الله نبدو بالتصميم فالهاتف أو الفولد يأتي بتصميم تحفة ففي الخلف عندك إطار كبير للكاميرا مرتفع عن الظهر بتوزيع للعدسات راقي جدا مع فلاش وشعار لايكا سمك الهاتف 5.3 ملي وهو مفتوح و10.9 ملي وهو مقفل الوزن 255 جرام ووزن خفيف رغم أنا فولد خامات الظهر نوعين عندك نسخة من الزجاج ونسخة خاصة من الألياف مع فريم ألمانيوم تديك ملمس فخم وتجربة متميز المميز في هاتف الفولد هذه المرة أنه تم تطوير المفصل ليكون أكثر متانة وأخف ويقفل بدون أي فراغات نهائيا والشركة تقول أنك تقدر تفتح وتقفل 500 ألف مرة بدون أي مشاكل وهذا يعني سنوات طويلة من الاستخدام بشكل عام هاتف شاومي ميكس فولد 3 كتصميم قوي جدا وأنا شخصيا أرح أفضل تصميم لحد الآن أعطونا رأيكم أنتم في التصميم في التعليقات وبالنسبة للشاشة عندك شاشتين عندك شاشة داخلية مقاسها 8.03 إنش من النوع LTPO OLED Plus دقة 1916 ضرب 2160 بيكسل بعدد بيكسلات 300 و60 بيكسل للإنش الواح تدعم معدل تكيفي من 1 حتى 120 هرتس تدعم HDR10 Plus تدعم مليار لون عندك دول بي فيجين مع سطوع قوي تحت الشمس 1300 شمعة أما الشاشة الخارجية فهي مقاس 6.56 إنش من النوع AMOLED دقة 1080 ضرب 2520 بيكسل بعدد بيكسلات 418 بيكسل للإنش الواح تدعم معدل 120 هرتس تدعم HDR10 Plus تدعم دول بي فيجين وسطوع عالي جدا 2600 شمعة كما أن الشاشة محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus 2 للأمان كل الشاشتين ستديك تجربة متميزة من ناحية الأداء والمشاهدة بالإضافة لتجربة صوتية قوية ونقية من نوع هارمون كاردون بتقنية ستيرو يعني ستستمتع جدا بالمشاهدة والصوت الهاتف مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus الجيل الثاني مع المعالج الرسومي Adreno 740 يأتي بعدد خيارات من الرام والتخصين عندك 12 جيجا مع 156 وعندك 16 جيجا مع 512 وعندك 16 جيجا مع واحد ترابايت من النوع الأحدث LPDDR5XUFS4.0 يعمل بوجهة الميو آي فولد 14 مبنية عن الأندرويد 13 بهذا العتاد رح يقدم لك تجربة قوية في الاستخدام اليومي مع تجربة لعب ممتاز أما من ناحية البطارية فهي 4800 ميلي أمبير مع شاحن 67 واط رح يشحن هذه البطارية في 50 دقيقة من ناحية استهلاك البطارية فهي أفضل من أي فولد حاليا وبنسبة كبير مع هذا فولد شركة أونر الأخير والذي لما يخطب أربعة نأتي الآن لمنظمة الكاميرا عنك الرئيسية 50 ميجابيكسل بفتحة F1.79 بمستشعر من سوني AMX800 بها مثبت بصري الثانية 10 ميجابيكسل للبورتري بها مثبت بصري الثالثة 10 ميجابيكسل أيضا لتصوير التلفوتو بتقريب حقيقي 5X والرابعة أو الأخيرة 12 ميجابيكسل للتصوير الويس صور فيديو 8K 24 فرم في الثانية و4K حتى 60 إطار في الثانية وعندك عدستان أمامية بدقة 20 ميجابيكسل سواء الداخلية أو الخارجي رح تديك العدسة الرئيسية صور ممتازة فالتفاصيل رائعة الألوان مشبعة عندك حدة ودينامي كرين جيد جدا بشكل عام عدسة واسعة ممتازة أيضا تتديك تباين جيد تفاصيل كثيرة مع دينامي كرين جيد جدا في أغلب الظروف أما التصوير الليلي يعتبر من جيد إلى ممتاز أما العدسة الأمامية رح تديك صور سيلفي جيدة من حدة تفاصيل ولون البشرة عندك حدة مقبول أما جودة الفيديو فعندك أفضل جودة هي 4K رح تديك ألوان قوية تفاصيل ممتازة وعندك دينامي كرين جيد جدا في أغلب الظروف يعني باختصار تجربة الفيديو من جيدة إلى ممتاز الهاتف يدعم بصمة مدمجة معدر الطاقة يدعم شريحة اتصال يدعم خاصية الأنافسي والآي آر كما أنه لا يدعم منفذ السماعات 3.5 ملي ولا يدعم كارت ذكرى خارجي ولا يدعم قومة الماء والغبار للأمانة فولد قوي جدا من شاومي من حيث المواصفات كما أنه سعره في الصين 12400 دولار أي حوالي 25 مليون جزائري يبقى السؤال لكم الخوة وش رأيكم فيه هاتف شاومي ميكس فولد 3 وهل تراه يستحق الشراء بهذا السعر أم لا وهذا ينطبق على جميع الفولدات خصوصا سامسونج اللي سعره 1800 دولار أي حوالي 35 مليون جزائري أتمنى تعطونا رأيكم في التعليقات كان هذا كل ما لدينا حول هاتف الميكس فولد 3 من شاومي في الأخير لايك للفيديو إذا كنت جديد واشتستنى اشترك الآن وفعل الجرس لأنه مهم جدا باش الإشعارات توصلك أول بأول دمتم في رعاية الله وحبت